كابتن المطش الأولاني الزمالك والبيرامدز كيف ترى هذا اللقاء؟ مباراة صعبة يا عدر أقول 50-50 ولكن يمكن كافة نادي الزمالك هنزودها شوية عشان بوجود الجمهور بوجود الجماهير نادي الزمالك أنا من وجهة نظري لو لعب بنفس الالتزام الخططي والتكتيكي اللي لعب به في مباراة السوبر الأفريقي وبنفس الروح وبنفس التركيز هيقدي بشكل كويس بيرامدز من الفرق اللي هي فرقة هجومية زي ما أحمد قال بلعبه هجومي عندهم ناس بتاعرف تلعب على الجون كويس وتعرف تجيب جوان الماتش مش هيبقى برضو زي كل الناس متوقع أنه هيبقى مفتوح لا الماتشات اللي بتتلعب فيها فرقة هتكسب لازم يبقى فيها نتيجة بيبقى لها سيناريوهات ما بتبقاش من الأول لعب مفتوح فأنا من وجهة نظري أن أول ربع ساعة هيبقى زي ما بنقول جس نبض كل فرقة هتشوف الدنيا ماشية زي لعيبة اللي موجودة جوهة الملعب عمل إزاي مستواها عمل إزاي في نقطة مهمة جدا بالنسبة للجو دايما لما يكون الجو درية حرارة عالية نسبة رطوبة عالية مهم جدا والكلام اللي هقوله ده وانت عمدرين فنيين كيفية تنظيم الجهد على مدار 90 دقيقة صحيح يعني ما تبالغش في أن أنت تعمل مجهود جامد جدا فتخلص إزاي أوزع جهدي على الشوطين وعلى حسب نتيجة الماتش فطبعا هو ماتش يعني أنه تمنى أن المستوى يبقى عالي مستوى فني يبقى عالي ونشوف كرة كويسة وفي ظل التنافس الشريف يعني كابتن أنا دايما بحب اللي هو التنافس السنائي أنا بنتكلم على محمود بن تايك وبنتكلم ممكن على صديق أجولة أو مصطفى فتحي أو عبد الرحمن مجدي والنحية الثانية نتكلم على محمد الشيبي وقد يكون مصطفى شلبي وميشالاك النحية الثانية عمر جابر ومعه إبراهيم عادل أو صديق أجولة والنحية الثانية نتكلم على الشيبي ويعني شايف السنائيات دي إزاي وهل اللي بيتفوق من بداية اللقاء بيتفوق طول اللقاء طبعا هي الجبهات اللي انتكلمت عليها دي سواء الجبهة ناحية اليمين على النادي الزمالك أو البيراميز وناحية الشمال طبعا بتبقى مهمة جدا وبيبقى مهمة جدا في الماتشات دي أن انت في الأداء الهجوم يكون عندك تنوع في الأداء الهجوم بمعنى إيه إزاي يلعب من على الأجناب واخترق من على الأجناب إزاي يخترق من العمق إزاي يشوط من بره التوانتاشر كلما حيكون فيه تنوع في الأداء الهجومي للعيبة اللي بتلعب في الندين سواء الزمالك أو بيراميز وحيوجدوا الحلول الفردية ليهم بالذات في التلت الهجومي الأخراني ده يرجع كافة أي فريق فهي بكرة الماتش متوقف على حاجة كمان مهمة جدا قرارات اللاعب جوه الملعب هو بيلعب القرار اللي بياخده في اللحظة اللي بيجي له الكورة أو من غير الكورة بتحرك إزاي القرارات اللي بياخدها اللعيب مهمة جدا بكرة أن هي تكون نجح الفرقة اللي حتكون لعابتها في ظل الضغط العصبي والنماتش ليه نتيجة ولازم يبقى فيه فائز اللي حتتحكم يكون عندها السابط الفعالي وقراراتها بتاعة اللعيبة بتاعتها تكون مزبوطة بشكل كبير جدا ومعنى قرارات تكون مزبوطة يبقى الأخطاء حتقل فدي اللي حكون لها الغلال